خليك عملت فرقة اسمها قوطة حمر اللي خلاني عملت فرقة اسمها قوطة حمر هو اكتشافي للكلاون المهرج في 2011 في 2009 تعرفت على الأداية اللي هي المهرج وحبيته جدا ولقيته جزء من شخصيتي أنا بحب الهزار وطقتي عالية فبتنطط واصلا خبرتي كلها في المسرح حركي فليقتي البدنية كويسة مع الكلون اتعلمت سيرك تعلمت جوجلنج تعلمت أبوخ نار تعلمت أعمل حاجات كتير جدا 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 مهارات لغاية دلوقتي بتفدني يعني بتبوخ نار بتبوخ نار ده فين انت فيه السيرك فيه بتبوخ نار الحقيقة دي شعبية دي شارع اه ودي تعلمتها تحديدا علشان فيلم علشان فيلم صندوق الدنيا لأستاذ عماد البهات كنت عامل فيه دور حاوي وتعلمت فيه أبوخ نار وتعلمت أنام على المسامير وتعلمت أكل إزاز وعملت كل الحاجات دي ولقيتها انه ايه ده الله سهلة جدا يلا الله ايه بتاكل إزاز الله لا أكلت إزاز اللي هو مش بيتاكل مصنوع السكر اه اه بس 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 نمت على المسامير نمت بجد وكان بالنسبة لي ما كنت مفيش وزن طبعا أنت ورقة بس ايان كانت لو حطتي ورقة على مصمار حتى تتخرم ماشي هي تكنيك في الآخر بتتعلمه اه دي كمان حاجة يعني كانت شغلي في الشارع علمني أن أكون جريء وعلمني أن أخش بقلبي في أي حاجة مخافش